قبل مهم اللي قطتلكم عليه قبل التقارير مهم عشان هو مهم مهم ليه بقى عشان نتكلم عنه في حدودة كده حلو اتحاد الكرة النهاردة نزل بيان هو نشر بيان يعني وقال فيه انه اتحاد الكرة يدعم ده عنوان البيان اتحاد الكرة يدعم كلاتنبرج اتحاد الكرة يدعم كلاتنبرج مش تخبر بقى تخبر فيه ايه مشو معي بس واحدة وقت وحاول اقراءه نصا عشان بعد كده هوصل لنقطة مهمة الاجتحاد الكرة في بيان رسمي النهاردة اكد على ثقته في لجنة الحكام الحالية والانجليزي مارك كلاتنبرج المسؤول عن منظومة التحكيم المصري وقال الاتحاد ان جمال علام رئيس الاتحاد عقد اجتماع مع كلاتنبرج ولجنة الحكام نقل خلالها دعم المجلس بالكامل له والتجربة الذي يقودها لتطوير التحكيم المصري والنهود به للحفاظ على الرياضة المصرية في مجال التحكيم ويناشد الاتحاد المصري لقرة القدم الاعلام الرياضي المسموع والمقروء والمرئي الاستمرار في دعم الحكام المصريين والتمسك بالمصداقية والموضوعية عند تناول اخبار الحكام منعا للفتنة والوقيعة بين الجماهير وان يضع الجميع في اعتباره ايضا ان اخطاء التحكيم ستظل جزءا من لعبة كرة القدم مهما تمت الاستعانة بالتقنيات الحديثة يا سيدي الكلام اللي مكتوب في البيان ده كلام مثالي ورائع ورائع من اتحاد الكرة كل حرف وكل كلمة في هذا البيان كلام يستحق عليه اتحاد الكرة كل التحية كل التحية اصدار البيان ده اصلا بقى لا يستحق التحاد الكرة عليه اي تحية تركز معايا الكلام اللي في البيان حلو انك تصدر بيان زي ده غلط غلط هو مين قال لك ان هو كلات انبالجي محتاج دعم محتاج مساندة هو انت مش ماضي معا عقد وراجل ده مش مكمل شغله او المفروض يعني والطبيعة والاحترافية بيقول ان راجل ده مكمل شغله حضرتك بتحسسنا ليه بالشك ده انت حسيني انه النهارده ان انت كده بتفكر تماشي كلاتنبرج انا مكنش اعرف يعني ما عرفش ان فيه مشكلة ولا فيه ازمة يعني بالكلام ده حسيني ان فيه ازمة هو فين الازمة معادي انا ممكن اصلا بالمناسبة ممكن اطلع النهارده اقول لي ايه اتحاد الكرة يا درس قالت كلاتنبرج والتحاد الكرة اصلا ما يكونش في دماغه الكلام ده ولا يهمك بقى من كلامش ولكني قلت حاجة هوا انت راجل معاك واحد مسؤول عن التحكيم ماضي معاك بتسنده وتدعمه انا عايزك تسنده وتدعمه ازاي بقى انك توفر مستحقات الحكام انك توزع الحكام بشكل كويس ان الحكام يتعاملوا معاملة جيدة في المباريات ان الحكام يعرفوا يبقى عندهم وسائل تنقل للمباريات ان الحكام يعني تفاصيل دعم حقيقي لمنظومة التحكيم لكن الدعم بالكلام ده لا اه مش محتاج يعني انت كالتحاد الكرة مش محتاج تعمل كده ما صح انت رايزم تدعم الراجل وتسنده بس ممكن دايبة في الغرف المقلقة اصلا ومش محتاج يا مش محتاج فاكرين انت جملة زماني يتقول لك ايه تحاد الكرة او اي ادارة تجدد السقة في المدرب تجدد السقة في رئيس لجل المسابقات تجدد ليه اصلا يعني ايه تجدد التجديد ده ورق او قود لما العاد يخلص تبقى تجدده يعني ايه تجدد السقة دي اصلا في جمل كده احنا كل شوية بياتك لشهاد بياتك لشهاد بياتك لماها تقيل وبالمناسبة بقى بالمناسبة على مدارة شغلة الصحفي والاعلامي مش الطويل اوي يعني بس الجزء اللي انا عاشته يعني في الصحافة وفي الاعلام اول ما بسمع كلمة دعم فلان المدير الفني ولا دعم رئيس اللجنة ولا تجديد السقة في المدير الفني ولا تجديد السقة في اللجنة بعدها ما فيش بفترة قريبة بيكون ماشي بالمناسبة يعني يعني فيه الف سابقة قبل كده فهذا حالك ما تعملش كده ما تعملش كده الكلام حلو اللي مكتوب في البيان بس مش المفروض تقوله مش المفروض يحصل ما تحسنش ان انت مهزوز ما تحسنش الراجل نفسه ان هو اصلا في موقف هجوم او انتقاد او تقييم ما تعملش كده سيب اللي يتكلم يتكلم سيب اللي يقول يقول سيب اللي يتوقع يتوقع سيب اللي يجتهد يجتهد بس انت امشي بشكل احترافك اتحاد كورة احترافي ده معناه ايه ان الراجل ده جبته عشان يتولى مسئولية التحكيم وتطوير التحكيم الراجل ده مكمل طيب في نقطة ودي موجودة في البيان بتاعت حد الكورة وانا اقولها قبل كده مئة مرة هل اخطاء الحكام هتخلص بوجود كلاة مبرج مستحيل هل ازمات التحكيم هتخلص بوجود كلاة مبرج مستحيل احنا بنقول ايه تقل يحصل تطوير بس الاخطاء هتفضل موجودة اخطاء موجودة في الدول الإنجليزي الممتاز اهم دوري في العالم موجودة موجودة في دورة ابطال أوروبا موجودة هتبقى موجودة في كأس العالم موجودة فانت ماتبضتش بقى تبقى حاسس انك تحت نقض وهجوم وكلام ده عشان انت بتدي الفرصة كمان لاخرين انه لأ خلاص فرصة هم بيتدايقوا من الكلام ده طب كلاة مبرج ماشي طب انتوا متضعوش كلاة مبرج طيب كلا تنبرجي عنده مشاكل أنت اللي بتصدر للناس أنه فيه أزمة تعملش كده علشان كده أخبركم أن الخبر ده مهم عشان أتمنى ده بشكل عام يعني بيجيش تقول لي نحن نجدد الثقة في فيتوريا نحن ندعم كلاتنبرجي وندعم عامر حسين وندعم يا سيدي الناس بتشتغل إحنا بقى دورنا إيه إعلام وجماهير وخلافه شو هننتقد وشو هندعم وشو هنساند وشو هنقول ده غلط وشو هنقول ده صح أنت مجش دعو بيه بقى عيش بمعنى إيه بمعنى إنه إدارة منشستر وناتن مثلا أو منشستر سيتي بيب جورديولا خصة دورة أبطال أوروبا فإدارة منشستر سيتي ما تلاقيتش قالت نحن نجدد الثقة في بيب جورديولا وراجب نكمل عدو مش محتاجة اتحاد الفرنسي منتخب فرنسا خصة المباراة ودية اللي اتحاد الفرنسي ويقادي ده صحة في ديشام قبل كأس العالم مش محتاج في عقد شغاله وهيكمل أنا بقى عاوض أتوقع بقى قول إيه ديشام شكله هيمش تصوروا طب تصوروا زيني دينس ده ممكن هو اللي يدرب كأس العالم يدرب فرنسا بعد كأس العالم أنا بقى كإعلامي أو مشجأ أو خلاف وقاعد أتوقع بقى براحتي انت بتشتغل شغلك ما لكش دعوة باية من بعيد عشان انت بتشككني لما تطلع بيانات زي دي بتبدأ تشككني انه في مشكلة يعني ما كنتش عارف انه في مشكلة دلوقتي لما انت نزلت البيان حسيت انه في أزمة بتدور جوه ليه؟ يعني حاجات كده يعرف سبحان الله نتورسها جيل بعد جيل جيل بعد جيل ومحدش كان بيقول في النص يا جماعة ده غلط ده حتى في شغل البيار أو المنظومة الإعلامية أو خلافه ده غلط انت بتعمله ده غلط أصلا يدرك مايفدكش